بنات كديري اللبس عليكم زيانين امور عانية انتمنى ان شاء الله تكونوا بيخير وعلى خير كديرين بيخير عليكم مش كتعودوا اه كي غادين مع الامور انتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين شاء الله بيخير وعلى خير ميمة البنات ضربت معكم غير دويرة نفوش شوية عرفتوا البنات صراحة القنطة اه ما شرعت انا الولادات ولا الولادات كي قمتوا بزاف وضربت بهم واحد دويرة وقلت نشارك معكم هنا يا هاد البلاسة اللي جديدة كي يبنيو فيها بحالة العمارات هادو هاد البلاسة يالله كي يجهزوها وكي يعني صراحة بقى يالله كي يصابوا فيها وكينين الاكتر يا كينين تيبنيو هنا يا بزاف اه هاد اسميتو الفيلات كي يديرو بزاف الفيلات وهنا يا البنات اه هنا مدراسة كي يديرو هنا مدراسة كبيرة ويالله ده براح بسو معاد شي هذا راح بسين وهذا الجامعة البنات الجامعة لي كان ديما محلول في وجوهنا ده باتسد اه صراحة مع الاسف شي حاجة لي كدر في القلب والله مني تتشوفي الجامعة كتبشي لي كله نهار تسد صراحة كتبشي بواحد معارش معارشي البنات مهم يفرج علينا الله ان شاء الله في حول الله مهم البنات ضربت معاكم غير الدويرة ضربت معاكم هالدوير خفيفة ومشيوا ومعبوا وجردو عرفش كي ديرو البنات اصبحت بحالة مع عثمين خارجين بقو غادي كي يجري كي يجري كي يجري عندي واحد وليد غادي كي يجري عرفش مسكين وشوية ويقلس قال البنات نرتاح شوية أحبتين هم قتي يجري اشتركوا البنات هذا ما كان هالشي اللي كان نرجع للدار ونشارك معكم واحد الوصفة ويمال البنات انا معاكم وغادي اسمحوا لي بزاف اللي قطعة الصوت الاصلي رانتم ما عرفوا اللي عنده الوليدات ولي عنده البازاوز فضاء رانتم ما عرفوا ذيكين كنت مسجلة صراحة الصوت يعني عادي ولكن نعضو كيد هفزوا الوليدات وما يبقوتي يغوتوا في الفيديو وانا نمسحها البنات نمسح الصوت الاصلي ودعب ان شاء الله غا نشارك معاكم واحد الوصفة لي خطيرة بنات واعرة ويعني مجربة وما غاديش نقول لكم شي حاجة لي مجرباش تجربوها وغادي تلقاوا الفرق على البنات ان شاء الله غادي نشارك معاكم واحد الوصفة اللي جوينة جوينة بزاف اللي بغا تشعر ديالها يطوال اللي بغا تشعر ديالها يولي قوي البناتكم عندهم شعر خفيف ديروا لي هادو الوصفة ديروا البناتكم هادو الوصفة هادي صراحة زوينة البنات زوينة 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 غير جربوها ان شاء الله غا تشكروني عليها بالفعل اه وداب البنات صراحة 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 اه غادي نوريكم المكونات اللي هم بساطين ومتواجدين في البيت ومشي شي مكونات يعني مكونات الزاف كين ان جوج مكونات اللي غادي تديرو به اه تشقو به اه يعني شعر ديالكم وغادي يعطيكم ان شاء الله نتيجة غير تبعوها كل نهار كل نهار كل نهار بقو تمشطو كل نهار بقو تمشطو يعني غادي تمشطو تشقو بها الرأس ووليداتكم يعني الكاتاكيت ديالكم ديروليهم هاد الوصفة هادي واجربوها ان شاء الله غادي تنجح معاكم اتمنى 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 اتعجبكم وهاد الوصفة اراها انا ديرها مش حال هذه البنات وما زال عندي زيت مخبيها ومش حال هذه وانا كنت ستعملها صراحة او قلت علاش للا منشاركاش مع البنات منشاركاش مع العائلة راونيته عائلة صراحة قال ودابا ان شاء الله هالبنات غادي نمرون وريكم هاد المكونات اللي غادي نديروا ان شاء الله مكونات اللي غادي نحتاج لهاد الزيت هذا الزيت الفلفل او الزيت الفلفلة يعني الخضرة مشي الحمراء زيت فلفلة الحمرة كيفاش تصعبها اللي عندها مفعول وعندها واحد المنافع لتصارح البنات انا قريت على المنافع ديالها لا تعد ولا تحصى ارا المنافع اللي فيها سبحان الله وحنا يا مكان ناكلهاش بزاف مهم غادي تشوفوا معايين شاء الله غادي يعني غادي انقطعها وغادي انقعها يعني عادي غادي انقطعها ونقعها ونحيد لها ذاك البودور ديادها الداخل صراحة كنت بغا نقول لكم يعني نقول لكم المنافع المنافع ديالها الفلفلة هدي ومراجعين شاء الله غادي ندير لكم المنافع ديالها وغير اعطوها صراحة ارا صراحة ديال ارا فيها منافع البنات تراها زوينة زوينة بزاف ونتمنى تعجبكم هذه الوصفة هادي وصيروا البنات تديروها وجربوها كل نهار يعني كل نهار تديرو هذه الوصفة تبعوها واحد يعني رخشكم اي وصفة كما كان نوعا يعني كما كان كما كانت الوصفة كما كانت المهم كما كانت الوصفة راه داروه ووري رخش المداومة يعني لا بغيتي تغلاضي رخش المداومة على الشيء ورخشك ترقاقي رخشك المداومة على الشيء هذا الشيء اللي غديري خسك الدومي عليه بحالك تشربي شيء مشروب ليكي ينقص في الوزن خسك الدومي عليه باش تلقاي النتيجة ولا بغيتي تضعافي خسك تديري الرياضة والداومي على الرياضة ماشي بحال يوم ما درت الرياضة غدا غدي نعقز عليها وما نديرش الرياضة الا بالعكس خسك التبعي المراحل والتبعي التبعي يعني هادك تريت مولي ديرانتية يعني اللي بغيتي تضعافي رغت ديري فراسك بانك رخشك تضعافي ولا درتي فراسك خسك تغلادي رغت ديري فراسك وتغلادي ان شاء الله و نتمنى نتمنى ان شاء الله غدي نفيدكم في هاد الوصفة غدي نفيدكم وغير جربوها البنات رغت ان شاء الله غدي تلقاوا عليها راحتكم مهم هذا ما كان البنات غدي نوريكم يعني غدي نقطع هادك الفلفلاء يعني انا خديت انا خديت هذيك فلفلاء انا خديت جوج سوف يخدوا البنات غير جوج بارك عليكم وغدي تعمر لكم القريعة انا ووحد الحاجة اخرى البنات اه واحد الحاجة اخرى غد ديروا القرعة ديال الزاج ماشي ديال بلاستيك اذا قدرتوا هاد ديال بلاستيك ما غديش تعطيكم هادك المفعول اللي فيها ضروري خاص يكون القرعة ديال الزاج هيا 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 فلفلاء والزيت البلدية يعني عندي جوج مكونات عندي الزيت البلدية وعندي فلفلاء اللي خضراء طرية هيا اللي غدي نديروا تاخدوا قريعة وغددوا فيها فلفلاء غدي نقطعها مرصويات اللي هما عشوائيين كبار صغار اللي يعني اللي قطعتوها رهم زيان غدي نحطها نقطع ديك فلفلاء وغدي نقيها نحيد لها الزريعة ومن بعد انتم عارفين تحيدوا الزريعة غدي تغسلوا أنا أصلاً الخضراء كي تغسلوا ضروري من قبل تعودوا وتحيدوا لهم الزريعة وتقطعوهم على شكل عشوائي صاروا لكبار غدي تديروهم في هذه القريعة تديروهم في القريعة الداخل تكبو عليهم الزيت صافية شيكين والبنات اللي غايقولوا يا راه الزيت العودة راه غالية ولكن صارحة البنات وخغالية راه تكبو هذه هذه الزيت وكتبقى لك واحد المودة يعني ما تحتاجي تمشي تشريم الزنقاء شي زيت ولا شي حاجة للشعار ولا شي حاجة فهمتوا البنات يعني هذه هذه القرعارة تديروك واحد المودة وتبقى يديرها نهار آه نهار الله وصافي البنات كي تلاحظوا ما هي في الصورة سنقطع هذه الفلفل نقطعها وغادي تشوفوا معي إن شاء الله شنو غادي ندير من بعد راه شرحت لكم نتمنى نتمنى نكون شرحت لكم مزيان يعني نتمنى 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 حتى الأخير الفيديو ستشوفوا معي يعني يعني الطريقة سهلة ما تحتاج يعني بزاف ديال الوقت يعني تكون غير في الكوزينة ولا شي حاجة أفضل أفضل وقرب مصري وقرب زيت وخلية في المكان الذي يجب يكون مضلم من السميط أنا أغلفتها كنت سأمت بصورة أنا أغلفتها بورقة أول أغلفتها بأك الألمينيوم غلفتها مزيان باش ما الضو ما كيضربش في القرعة وحطيتها في واحد البلاسة اللي مضلمة عندي تحت قوطاجي تم ما في اندرتها البنات وباش ما يضرفش فيها الضو هي يخصها تكون مضلمة بلاسة اللي مضلمة متحطواش بلاسة اللي فيها الضو مهم وغادي ان شاء الله غادي نخليها انا مدة عشر ايام مدة عشر ايام عاج بدوها لقد تسير ايام جيمي فيها ولا شبيكة لديك مرقيقة سوف تسير فيها على هذه الفلفل باش تخرج هذه الزيتها لا تسيروش بزافة البنات باش ميخرش معاها قد تسيروش عن هذه الفلفل باش ما يخرش الماء غير حيدو منها هذه الزيت غير بشوية بشوية ان شاء الله سوف تجعلها في قريعة وكل نهار تشكوا بها راسكم هذا الشيء يريد أن نقول لكم صار حالبنات رأي من تجربة يعني عن تجربة يعني ليس شيء حاجة جبتها ليكم ما كيناش وحطيتها ليكم ولكن عن تجربة أي حاجة كنديرها معكم حتى كنجربها وعاد كنشاركها معكم ونتمنى نتمنى تعجبكم هذ الوصفة هذي جربوها لوليداتكم يعني للبنات للبنات الصغار ديروا هالركنيشي بنات صغار شعرهم تيكون خفيف يعني تركوهم فيه مفارغات ديروا هالبنتكم ديريها لبنتك وشقليها مزيان شعرها مشطيليها شعرها خليها وخامة تغسلها شهدك النهار حتى رغض اللي نغسليليها منين تبغي تدوشيليها غسليليها هذيك الساعة الثانية ومنين تخرج من الدوش نشفيليها شعرها وواحد النقطة بغت نشيرليها لبنات تعمركم مات مشطيوش شعركم في الدوش يعني ما مشطيوش شعر شعر بنتكو في الدوش حتى غادي خرجوا مشطيوة قبل الدوش هذي واحذ النصحة يبغت نقولها عليكم مشطيوة قبل الدوش دخلو الي بنتكو ما يدوشوا وما تنشطيوش ديرونام الشامبان و KalauBy Значит ديرونام شعره من الدوش عاد نشفو ليهم الشعر مزيان وعاد ديروولي هاتي الزيتها دي ومشطوش شعر هاد الشيدي كالي اختكم تديرو حيث منين تتمشطو الشعر وفازق بحل كالفروة دير الرأس ديالنا كتكون فتوحة مع المسقون وداخر كتبحل كتدروها يعني ما تمشطوش شعركم في داخل الدوش حتى تخرجو نشفو شعركم عاد ديرو هاد الزيتالي ومنوع نقول واحد النصيحة للناس اللي هي وما كبار عامتاني ياني ما تمشطوش شعركم في دوش الذهاب لاني ك 2006 غادي مشكلتي قشرة ، يعتاد القشرة مثل في قوة المشطة هادي هي واحد النصيحة ومهم هدي الزيت الي كانت عندي انا شحال ابناتجة عندي زيت ووريت تبورها الباجان بحالها 2015 اخصصها تكون عندكم الزيت انا قدرتها فطر الشاش هذا وكنس تعملها هاد الشي اللي قدرتها البناءات نتمنى نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ولا يعجبكم ما تنسواش خطكم بلايك وما تنسواش خطكم بالبرتاج وشكرا لكم بزاب 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 ومرحبا بالناس اللي يلا نضموا للقناة ديالي مرحبا بكم والف مرحبا وشكرا لكم بزاب فعلى التعليق ديالكم زوينين بحالكم ووصلنا النهاية ديالفيديو ما تنسواش البنات بالتجاعة ديالكم والدعوة ديالكم والسلام عليكم تالفيديو جيد ان شاء الله دونتم في امان الله